بسم الله. اليوم نستكمل ما بدأناه في الشابتر الأول في مقدمة لعلم الفيزياء physics introduction. الشابتر الأول كما ذكرنا بيتناول اليونتز الفيزيكال كوانترز and veكترز. الوحدات الكيميات الفيزيائية والمتجهات. اليوم I will cover the following points. المتجهات الفيزياء. هناك رياضيات المتجهات. المتجهات الفيزياء. يعني عكس المتجه. هنا فقط نحن نعكس الاتجاه. بمعنى أنا عندي متجاهه. المتجه ده. وهو عبارة عن المتجه ده. هذه المتجاه. المتجاه ده اتجاهه في هذا الاتجاه. لكن بمجدد نعمل له switch direction. يبقى في هذا الاتجاه. ده اسمها vector inverse. عكس المتجه. فيه vector addition. ده اخذناها قبل كده. ال vector addition هو جمع المتجهات used head tail method. اللي عبارة عن from the tail of the first to the tip of the second or telegram method. تمام. دي احنا تناولناها قبل ذلك. ادي متجه. انا عندي متجه A. متجه B. المتجه المحصل هو A plus B. طبعا دائما المتجه لازم نحطها عليها من فوق. المتجه المحصل هو عبارة عن from the tail of the first. يعني منزل المتجه A إلى to the tip of the second إلى رأس المتجه B. ده عبارة عن الرسم بتاع المتجه. ده عبارة عن الرسم بتاع المتجه. ده احنا لو انا عندي متجه A. متجه A ده SB بسو مينس متجه A. انا عندي لو متجه A. لو انا كتبت كده بطريقة رياضية. حيساوي AXI plus AYJ plus AZK. وقلنا ان I and J عبارة عن متجهات الوحدة. ومتجه الوحدة بيكتب بهذا الرمز. تمام؟ رمز عليه زاوية أنجل كده من فوق. زاوية صغيرة. لو انا ضربنا هنا المتجه ده في مينس. ضربنا. يبقى هنضرب في مينس سيدينا المتجه جديد وهو البي. البي يسوي مينس A. تمام؟ يبقى مينس عكس المتجه. لان نحن ده متجه. تمام؟ لو عكسناه حديني بالمينس بقى. مينس A. تمام؟ مينس A هو متجه جديد وهو متجه B. لو جمعنا متجهين A plus B. تمام؟ في هذه الحالة احنا انا بضع ادي المتجه بتاع A ومتجه بتاع B. بجمعهم بجمع جبري عادي. تمام؟ باخد بس الكميات المطلقة اللي هي المغنيتود فاليو او الاسكرال فاليو. اللي هي ال AX والBX مع بعض. ال AY والB مع بعض. وال AZ والBZ مع بعض. هيديني متجه جديد. A plus B. لو خذنا البيكتور اللي هو عبارة عن طرح المتجهات. طرح المتجهات عملية سهلة جدا. نحن ازاي نطرح متجهين. احنا بناخد ال use inverse. بناخد المتجه عكس المتجه. اهو ادي A. وبعدين مينس A. ثم نعمل له ايه? ثم نضيف المتجهين مع بعض على بعض. يديني طرح المتجهين ال Vector Substraction. ال Vector Multiplication. احنا طبعا ال Vector Multiplication عملية سهلة. هناك 3 kinds منه. في multiplying a vector by a scalar. يعني بنضرب المتجه في كمية قياسية. رقم عادي. واحد اثنين ثلاثة. يعني اي ان اي رقم. لكن بيبقى كمية حقيقية او كمية قياسية. هذا النوع الثاني. يبدأ اولاني. وان. وبعدين تو. وبعدين سري. تمام؟ ده عبارة عن ثلاثة انواع. three kinds of Vector Multiplication. النوع الثاني هو ال Scalar or بيسموه dot product. dot product. تمام؟ الضرب القياسي او الضرب الدوتي. ال Vector or cross product الضرب انتجاهي. وهناخدوه. هناخدوه. 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 بالتفصيل. طبعا ال Vector Mass. لو احنا طرحنا متجهين. A minus B. هناخد على اطول برضو الكيميات. هناخد ال I مشترك. ال G مشترك. وال K مشترك. وناخد الكيميات اللي هي. magnitude of A in X direction. minus magnitude of A in X direction. مضرب ده كله في ال I. وناخد ال I وال J وال K. طبعا هنا ده متجه. لو ضربنا ال A ضربناها في كمية قياسية. S. بيحصل A. ضرب عادي جدا. احنا بنضرب ال S. طبعا هو المتجه. لو احنا فاكرين. هو بيكتب زي كده. سهل جدا. AXI plus AYJ plus AZK. هنضرب عضوه ال S هنا. ال S في ده. وهي ادي ال S في ال AXI. ال S في ال AYJ. وال S في ال AZK. ده عبارة عن. ازاي انا اضرب. multiplying a vector by a scalar. ضربنا متجه في كمية حقيقية. في ال scalar product. وده مهم برضو معانا. scalar product. ضرب القياسي. لو بصينا احنا هنا عندنا متجهين اهو. A dot B. ده بيسموه dot. يعني دي علامة ال dot. عشان كده يسموه dot product. dot product. وبيكتب كلات. A dot B. طبعا هذا بيسموه برضو dot product. ضرب القياسي او scalar product. وده عبارة عن A dot B. الكتب ازاي دي القاعدة بتاعته. A B cos. A B cos theta. Zeta هنا أسف هنا. Zeta is angle between A and B. اهي. انا عندي A. اهي متجه A. متجه B. و هناك زاوية بينهم Z. A dot B. لو ضربتانا A dot B ضربت A في B ضرب قياسي. سيضعي المفورد يساوي A B cos theta.Canada واحدا بنلاحظ ايه من المعادلة دي. اهي. المعادلة دي معادلة دي معادلة مهمة. نلاحظ منها ايه. اه انا شاهب بعض الناس بتفكر صاح. الرايت سايد من المعادلة اللي هو الطرف الأيمن من المعادلة اللي هو A B كوزين سيتا ده A ده عبارة عن مقدار المتجه وده مقدار ده مقدار المتجه B والكوزين سيتا برضو مقدار يبقى في الآخر خالص الضرب القياسي الناتج عن ضرب A.B متجهين ضربا قياسين يديني يديني كمية قياسية مهم جدا الضرب A.B الناتج كمية قياسية لان الضرب A كمية قياسية الضرب B كمية قياسية والكوزين كمية قياسية طبعا نحن لنطبق الكلام ده على الشغل تمام اللي هو الwork apply to work زي اسمين زاد ان الضرب الwork بيساوي FDR كوزين سيتا اللي هو ضربة الف في الإزاحة ضربا قياسيا F.R D.R تمام ده أنا لو أنا عندي جسم الجسم ده أثرت عليه بقوة F وأزحت جافي هذا المكان أزيح مقدار مسافة مقدارها دلتا R طبعا الإزاحة كما ذكرنا من قبل إنها عبارة عن كمية متجهة لو ضربنا F في دلتا R يديني على طول كمية متجهة يعني توجد كمية قياسية اللي هي F دلتا كمية قياسية نكمل المرة القادمة إن شاء الله السلام عليكم